اشتركوا في القناة مع بداية السيزن كل الامور واضحة وما يكون في مشاكل اوكي اول ما بلشنا نبلش على النيوز وعننا الكلوك ديس كتار ريتين رجع عنا هيرو جديد اللي هو اعتقد هيرو الميثيك هذو بيجي مع تيم بيرك اه بخص متخصص في النجم او الستارز الموجودة في في النينجا فمش كثير كوي صراحة ولكن حليوين نكون معك في الكلوكشن بوكرا ان شاء الله رح نعمع لنا تجربة مرة اه عن قريب ونشوف احنا اياكم اداءه داخل ولكن شكله جدا او بي تمام شغل الثاني الصورة الثاني اوكي الاموتات رجعن مع اللوودنج سكرين مع هذو الهيرو وشوف انا كمان اوكي هيد ذا رود تمام هي you never know what obstacle and challenge you will come across this road trip adventure تمام عنا مشنة جديدة لشكلة هيد ذا رود او 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 event تمام خلينا نقول close تمام عنا كويست اوكي شايفين اشي كويست بيج زيرو فرم زيرو تمام يعيال كلبة الدنيا كويست لغ تمام هون شوفين اشي هون جديد الورجيم بطل بطل يعطي ايه تيكيتات بالمرة هون صار يأتي بس اشياء هاي صار يأتي هون صار يعطي بس اشياء هون ما بطل يعطي تيكيت ايفنة هذ ذا رود تمام في عنا تيكتي جديدة وفي عنا ايفنة جديد اسمه هذ ذا رود وش يعني بدنا بدنا اشي جديد فعلا بجنا اشي جديد بقول لك هون تمام ان شاء الله راح نعملها معكم ونشوف كيف راح ننهيهن. فااااا هاي العادية المعروفة. لا ايه بس جديدة. بس اربعين. تمام هنا في تحطي كافو 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 كافو. واميك ميكس. تمام كلهم بس لاحظوا عن بعض بس مشينات ما فيه ايهيه ايه بتاعتي بنار شكلها صعبة. Tim goes around with the track is taking damage. هاي شكل اصعب ميشن هاي فعليا فعلا شكل اصعب ميشن لانه الموضوع رايكون مدون مورد دمج زيرو دمج اوكي هاي loot chest هاي ultimate يعني صار فينا اشي بانر جديد موجود معنا في السيزن العاشر وصراحة متحمس جدا المابز اوكي هاي الهد the road اوكي هاي الميشن الجديد بس مش فاتح بليز ما نفتح هلو بليز مون مشي ننفو في الشيشة لسه مش فاتح شكل معلق الطاقة الذرامي وكاني فالي لم يصار عليه اشي المهماتت هاتول ما صار عليه اشي كثيرا ال MSPP pulSO شقا متحمس الكعام ومشي نات ال tamam and collect . صار علي كثير dış تعديل بالنسبة للجوائز اما اشي غير ويك ت aparecer بشكل كبير اسيط المينابوس أنت اوكي تدري توبق تدريد كسر لأنو أم вмقط утه وخASHوا بالنسبة للعمار الل مي حاقي يجب إلا حسنا ولكن هلا معنا كثير لي م即وضاء اللieves فانا هون لاما اللي بتاخذ لجندريت رولستاش لاما بتاخذ الف تيكت يعني هذا الحدث ما فيه تيكتات خاصة إلو ما فيه لمات خاصة إلو فيه تيكتات بس انا هون بالنسبة للأيتمز تمام انا ميت انفنتور سلوت كفو انا هاي الهيرو النينجا فراح نشتريحنا وياكم هاي الهيرو النينجا لانا دائما الميثيك تأكد انه يكون معك لانا تلاحظ هنا طلعنا تيم بيرك اسمي راوند تريب هذا تيم بيرك مشهور في الستار بروحن وبرجعن تمام هاي ان شاء الله راح نعم على نتاج المراجعة انه هيرو جديد الماراثون هايب هاي اللي بتعمل بالبرش فالناس اللي بتلعب بإنديرانس 30 هجمة بيقدر يستخدموا فيها البرش لان البرش بتزيد تقريبا ستة طيلة اذا لابت بها الشخصية تأكد انك تحصل عليها التيمانيتور التيمانيتور تأكد من واحد من طوب 5 بالأسلحة ذات مخزن كبير فاتأكد انكم تحصل عليها لانه جدا رائع ان الولايت باستخدم كثير حاليا في الانديرانس عنا السيرفايبر نشتريه احنا وياكم سيرفايبر الليجندر بتعوضش فاتأكد هذول شغلات المهمة تشتريهن ان سنايبر ديفندر نشتريهن على امل انه بيركات يكون قوية رح ننزل فيديو كامل عن بيركاتهن اوكي مفاتيح مفاتيح فيش جواز ما جواز يا اخري بشركم ان الكبر شريدر جيد هذا قوي سلاح ولكن مش كثير بفش الغل صراحة باللعب ولكن هو قوي كسلاح لاني بضرب تلقات شوتغان وعنا هون ارمور سلوت اللي بزيد لك مساحة الانفنتوري فاتأكد انك دائما تشتريهن بشكل كامل انا حاليا اتاكد معك ذهب بشكل كافي فما بتفرق عندي اذا بدأ اشتريهن او بدأ اشتريهن المية فلازم اشتريهن اما اذا ما عندك اشتريهن بتأكد انك تشتري اكبر عدد منهن لانهن مهمات جدا هن بزيد عندك الانفنتوري فبسيط تحمل اسلحة بشكل اكبر 100 حكي من 2500 ذهب تأكد انك تحصل علينا بشكل كامل هاي بالنسبة لل ايه 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 حدث سيفاي معطينا لمات خلينا نفتحنا وياكم هذول اخر اخر ثلاث لمات بنفتح من حدث السيفاي تمام فراح نشوف شو راح يطلعنا فيهن فنقول يا رب اثنين ليجندر بدناش ثلاث اثنين احنا مش طمعين تمام 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 اوكي اوكي ارى ساي راحة اللاما راحة هيج هذا الرمح قوي صراحة ممتع لا في عمنا عليه تجربة كاملة اذا حابين ممكن تلاكوا الفيديو موجود في قوامل تشغيل تروح تشيكوا على اذا حابين تشوفوا مراجع على الرمح عمنا عليها بشكل كامل صراحة رمح فعلا كان ممتع انا ثالث لاما ونقول يا رب لجندري انا حاليا ازرق اه هاي فيها لجندر فيها لجندري اوكي انا تساعدك ذات اذا ارى ايبك انا لا احداث السي فاي فتأكدت انه سيكون فيها لجندري لان ايبك اذا اجاب من حدث السي فاي سيكون اول اشي تمام ان حاليا اللام الاخير هذا الاخر ثلاث لامات من حدث السي فاي اوكي هاي لا فيها لجندري انترقيلات كينس نفس شغل نفسه 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 ولكنها ترجع شيلد بجر ما يرجع هيل هيك تكريباً ضل هنا شغلات ثانية و لكن اعتقد انه في تمام عنا هنا الكرس الطائرة شوف هذول الرقصات كافو 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 يا الشخصية داد لبليدك راش تركز تمام كافو هاي الرقصة الجديدة كافو هاي الرقصة اللي هون تمام اوكي هاي اللوكر عنا صارحنا حالياً شو في جاي عنا غير هين سبريز موجود تمام الفوتبولز موجود كامل الاموت العاديات الركصات كافو كافو والله الركصات رجبوه لطول الزومب خيراً عملوها تمام الركصات اكدين الموجودات واللودنج سكرين هاذا الميوزيك اوكي هاي الميوزيك وعنا هاي اللوودنج سكرين اذا حاببت تحط اللوودنج سكرين معين انت بتحبو ممكن تحطه للوودنج سكرين تمام اه شايفك اوكي 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 الشغلات الثاني نزلونا شي جديد اهميش الكلينكشن بوك اوكي حدث الشاد اوبس اللو هيرز الحدث الميليتري رح يقوم توفر معنا في ال ممكن تراجعون انت باستخدام اوكي مئة مئة وعشرين ترينج مانيول ومئة لجند الرفلاكس فممكن تراجعون اذا متكم اي شخصية من هنا صراحة اذا بده وصع ايش من هنا بوصيش على هاي اذا كويه بس بالانشارات اذا بدكم اياها الشغلات الثاني صراحة مش كثير او بي السايبر بانك هيرو اضلا موجهات من زمان سكافنجا اضلا موجهات من الاكسبنشن ايستشيمت اوكي الفاكم تيوب لانشار رجعوهن ولكن ما في ايش مميز فيهن مليتر الوبون كافو كافو فاللي ما عندي وبليتر هسا بيقدر يطلع الوبليتر بميد الجنجر فلاكس 60 وبن دزاين او اللي بده اي اسلاح من هون هو الريث الريث اللي هو الرهيب تقدر ترجع انت بميد الجنجر فلاكس و 60 وبن ديزاين فاتاكد انكم تاخذوا الريث تاخذوا الوبليتر والبوب كات والسايلانس سبكتر اللي هو السايلانس سبكتر اوكي كيف ممكن تحصل على السايلانس سبكتر ودامو ايش موجود هون هاي موجود كيف ايش موجود هاي سايلانس سبكتر تعملو ريسير ايش بتاخذو شفينا شي ثاني النيو الموجودات من زمان الفندر تيك اعتقد موجودات من زمان اسكابنجر اوكي بس هو مراجعين هو الفاكم تيوب ومراجعين ميليتري وهو جيد جيد ولكن ما فيه شغلات جديدة لحد هسه بالنسبه للماب ما فيش جديد للكويست كويست ما فيش ايش ايش اوكي بيش زيرو من زيرو ولا لسه مش محمل عندي اوكي ولا فيه ايش مشكلة في الكويستات اوكي هاي هيدا رود والنسبه ثاني النقطة اللي فهمتوا من المشن هاي اللي هيد ذرود اسمها انه انت بتحمي شخصية اسم اعتقد كوين كوين هاي تب كماشي على مصار بتحمي شخصية وفي عندك اربع اهداف تيجي بشكل عشوائي لازم تحميهن فاتأكد انك تحافظ على هاي العربة كوين وتحافظ على كمان الابجكت رح تيجي معك خلال الطريق وانا اذا قدرت انه تحمي العربية كوين وهي ماشي على المصار بتقدر تخلص المشن طبعا تلعبها مع فريق لان هاي ما بتلعب سولو ليش لانه بقول لك الويبون ما بتقدرش تعمل تصنيع للأسلحة بس تقدر تعمل تصنيع للأسلحة تمام الأسلحة بتلكين فقط من الشيستات وما بيبك معك موارد ولا بيبك معك اشي فبتفوت كما خلقه ان يربع المشن سفر فبدك تفرم زي حدث الفروس نايت بايام زمان فتاك هاي ما بتلعب سولو بس رح تنلعب مع التيم كامل فان شاء الله رح نشارككم احنا اياكم فيديو كامل عن هاي الميشن تكريبا هيك شرحنا كل شي موجود معنا في طور الزومبي نيزن معنا في السيزن العاشر صراحة لك امر المشوق الوحيد انه هو في ماب جديد اسمه هذرود اللي هو حاليا احنا رح نشوفه نجربه احنا اياكم ان شاء الله بالفيديو القادم هيك تكريبا نصرنا نهاية الفيديو بتمنى اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تقليل المقطع وتضغط زر اللايك واذا اجدت على القناة من اشتركوا فيكم تشتركوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله في امان الله